أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية الدور الذي تلعبه المجموعة الخماسية التي تضم مصر وفرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة فيما يتعلق باستعي نحو حلحلة أزمة الشغور الرئاسي في لبنان وخلال استقباله المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لورديان استعرض شكري موقف مصر القائم على تشجيع الأطراف اللبنانية على اختيار رئيس الجمهورية ثم تشكيل حكومة قادرة على الاطلاع بمهامها وترحيب مصر بخطوات التجديد لقائد الجيش اللبناني وقائد قوى الأمن الداخلي وتعيني رئيس أركان للجيش مشددا على ضرورة الحفاظ على الإطار الدستوري للبنان وبدوره أشد لورديان بالتعاون والتنسيق القائم مع مصر على كافة المستويات من أجل المساهمة في حلحلة الوضع السياسي المتأزم ترجمة نانسي قنقر